أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا العرض البانورامي الحالة الأمنية في البلاد وضلالها القاتمة التي ألقت بها على الوضع الإنساني والاقتصادي تبدو في أسوأ حالتها كما هو واضح على الخريطة وذلك وفقا لمراقبين هذا التدهر الأمني غدا في أوجهه كما يقول عسكريون عقب الانشفافات التي بدأت مطلع العام 2011 ثم زادت الوطيرة عندما أعادت توزيع الوحدات العسكرية على النحو التالي وذلك ما أطلق عليه كما بعد بالهيكلة التي تكتمل أو لم تكتمل بصورتها التي تمكن القوات المسلحة والأمن من إعادة ترتيب صفوفها وذلك حسب الهيكلة الجديدة تبعات التراجع الأمني والأداء انعكست بشكل واضح على الوضع الداخلي في البلاد وذلك من تراجع الاستثمار والتدهر الاقتصاد الذي تسبب بالكثير من المشاكل لمختلف القطاعات والمؤسسات الخدمية على وجه التحديد ذلك حيث كان للأمن بالغ الأثر والتأثير على سبيل المثال لا الحصرة فقد فقدت الدولة سيطرتها على بعض المناطق كما تشاهدون في أجزاء من صعدة وأبيان والضالع واستغلت فيها غياب الأمن لترتفع حدة المواجهات والصراعات القبلية التي لا تزال تحتدم بين الحين والآخر النفوذ المادي وسطوة السلاح باتت هي الأخرى مع غياب الأمن دفعت ببعض الجماعات الدينية إلى صراع طال مناطق كأرحب وخاشد وأيضا منطقة الجوف بعد أن خلفت خسائر مادية وبشرية فادحة ولدتها رغبة بعض القوى وذلك لفرض سيطرتها ونفوذها ووجودها واسترداد هيبتها فيما أطلق عليه بحرب الحوثيين والإصلاح وقبل ذلك ما دار في دماج ووضع تساؤلات عن ما هي هذه الحرب بالوكالة بين السلفيين والحوثيين في منطقة دماج والتي ذهب ضحيتها الكثير من المواطنين الأبرياء ويقول البعض أنها مذهبية بابتياز الأمر الذي نفاه الحوثيين وانتهت بتهجير السلفيين من منطقة دماج أحداد مأرب وخسائر النفط والغاز لها أثر بالغ على عملية التخريب وهي الأخرى لها نتائج من نتائج غياب سيادة الدولة وارتهان البلاد للجماعات المتطرفة والعناصر المبتزة في بقاع مختلفة من الدولة كما تظهر الخريطة وذلك لفرض هيبة قوتها على كافة الأسقاع والبقاع ليعود الأمن والاستقرار إلى ما كان عليه الجيش والأمن غابا غيابا فعليا وكليا في الكثير من الإشكاليات والنزاعات الفردية والجماعية على مختلف الصعود وفي شتى أيضا التشكيلات القتالية والأمنية والخدمية ليس فقرا في معداتها أو قلة في إمكانياتها بل سوءا في إدارتها ظهرت علنية وبشكل ملموس الأمنيا سياحيا وأيضا اقتصاديا وهذا ما أكدته أحداث كثيرة وتقارير إنسانية وأمنية وأيضا حقوقية